تعتبر الثروة البحرية من أهم الموارد الطبيعية في مملكة البحرين فهي تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني وتوفر الأمن الغذائي وتساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وللحفاظ على هذه الثروة الثمينة سعت كافة الجهات الحكومية المعنية بشكل متكامل ومتناغم على حمايتها للأجيال القادمة فضاً على الأمن الغذائي في مملكة البحرين وتأكيداً على أهمية الثروة البحرية باعتبارها ثروة وطنية استمرت جهود المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل الحفاظ على هذه الثروة من خلال تنظيم الحملات التفتيشية المستمرة على السواحل العامة والأسواق المركزية ومحل بيع الأسماك والفرشات الخارجية في مختلف محافظات مملكة البحرين للتأكد من التراخيص وتفتيش عدة الصيد وطرق استخدامها وأنواع الأسماك المسموح بها وفق مواسم الصيد وسلامة إجراءات العاملين وبالرجوع إلى الإطار الأكبر لهذه الإجراءات فإن مملكة البحرين حرصت على تطوير الإطار التشريعي المرتبط بالثروة البحرية ولعل أبرزها قانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة الذي يهدف إلى تحقيق حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تشمل مسببات التلوث والتدهور البيئي والقرار بشأن حظر تصدير الأسماك والروبيان والأحياء البحرية الأخرى التي يتم استيادها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بهدف تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي ومن أجل هذا الهدف تم إعادة تخطيط المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان والذي يعمل على توفير الإصبعيات من الأسماك المحلية عالية الجودة في الوقت الذي يتم فيه مواصلة التخطيط والتطوير بغية زيادة إنتاجية حجم الاستزراع البحري ورفع مستوى جودته وتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع البحري والتعاون مع القطاع الخاص لرفع مستويات الإنتاج بالإضافة إلى توفير أراض مشجعة للاستثمار بقيمة إيجارات تنافسية علاوة على العمل لإنشاء مفقس جديد لزيادة القدرة الإنتاجية ولم تكتفي حكومة مملكة البحرين فقط بما سلف ذكره بل الحرص يمتد إلى الصياد البحريني من خلال الخطط والبرامج الداعمة له وتأهيل العاملين في مجال الاستزراع السماكي من خلال برنامج دعم رواتب البحرينيين الرقبين في العمل في قطاع الصيد ومساندتهم في توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لمزاولة مهنة الصيد بالإضافة إلى تدريب ستمائة من الكفاءات المحلية خلال خمس سنوات تحت مضلة صندوق العمل تمكين خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتدريب على الاستزراع لمجموعة من الكفاءات المحلية وكنتيجة لذلك بلغ متوسط الإنتاج بالثروة البحرية من المصائل السماكية في المياه الإقليمية للبحرين 18,492 طن في عام 2023 بينما وصل إنتاج الأسماك البحرية وأسماك المياه العذبة من المزارع السماكية إلى 262 طن في عام 2022 وهنا تتأكد نجاعة الإجراءات المتخذة والرؤية الاستشرافية في لغة الأرقام التي دائما ما تكون الفيصل دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو قوتريش إلى تحرك عاجل لمواجهة أزمة ارتفاع منسوب مياه البحار التي تؤثر بشدة على جزر المحيط الهادئ مؤكدا أن الوضع في هذه الجزر يتطلب استجابة عالمية عاجلة نظرا للكارثة التي تواجهها كما قدم تقريرا يبرز أن معدل ارتفاع منسوب المياه في منطقة المحيط الهادئ يتجاوز المتوسط العالمي مما يهدد هذه الجزر الهشة وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن جزر المحيط الهادئ التي تتسم بالكثافة السكانية المنخفضة ونقص الصناعات الثقيلة إلا أنها تواجه خطرا متزايدا من ارتفاع مستويات البحار أظهرت إحصائيات صندوق رعاية الطفولة التابعي للأمم المتحدة اليونسف أن قارة أفريقيا هي أكبر قارات العالم من حيث نسبة السكان الشباب ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة سيبلغ تعداد سكان القارة 2.1 مليار نسمة بحلول عام 2050 ومن بينهم ملايين كثيرة لا يحملون وثيقة هوية قانونية وذكرت البيانات أن أدنى معدلات تسجيل الموليد توجد في أثيوبيا والصومال فيما ذكرت أن عدم وجود وثائق الهوية يؤثر على جميع جوانب الحياة اعتبارا من الحصول على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية إلى التوظيف والحماية من الاستغلال ذكرت الشركة الصينية المحدودة لصناعة الطيران أذك أنه تم تسليم الدفعة الأولى من طائرات مكافحة الحرائق الصينية المطورة بشكل مستقل إلى وزارة إدارة الطوارئ وأشارت الشركة إلى أن الطائرة تعد نوعا من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة الكبيرة والمتوسطة الحجم والتي صممت لخدمة المكافحة الجوية للحرائق وغيرها من مهام الإنقاذ في حالات الطوارئ وتدمج وظائف متعددة تشهد ولاية تشيواوا الواقع شمال المكسيك أزمة جفاف حادة حيث يترقب السكان والمزارعون بفارغ الصبر هطول الأمطار لإعادة الحياة إلى السدود والبحيرات التي جفت تقريبا دون جدوى حتى الآن وفي ظل هذه الظروف تتعرض الثروة الحيوانية لخطر الهلاك إذ تبحث الماشية عن بقع طين رطبة لتبريد أجسامها في حين يواجه المزارعون تحديات كبيرة في ري محاصيلهم حيث دفع الجفاف العديد منهم إلى ترك أراضيهم بدون زراعة أو استخدام المياه القليلة المتاحة لإنقاذ بساتين الجوز المعمرة قالت وزارة البيئة في جمهورية ناميبيا أن بلادها تعتزم ذبح 723 حيوانا من البرية من بينها 83 فيلا وتوزيع لحومها على المحتاجين وذلك بعد الجفاف الشديد الذي اشتاح جنوب القارة الأفريقية ونوهت الوزارة في بيان لها أن عمليات الدبح ستتم في الحدائق والمناطق العامة التي تعتقد السلطات أن أعداد الحيوانات فيها تتجاوز أراضي الرعي المتاحة وإمدادات المياه فيما ذكرت أن هذا الإجراء ضروري ويتماشى مع تفويض الدستور باستخدام الموارد الطبيعية لمصلحة المواطنين اشتركوا في القناة